موسيقى وإلى عالم الأزياء وآخر صيحات الموضة ما هي أبرز الموضات والألوان لمثل هذه الفترة من العام لألوان تصاميم ولنا أعرف أكثر تفاصيل أكثر من حب نرحب بمونة إبراهيم صاحبة شركة مونة موضة للملابس النسائية من حيفا أصلك وكمان فيفر الناصر فرح نعم فيفر الناصر أهلا وسهلا سيكي شيء أخبارك الحمد لله تمام الموضة اللي درجي اليوم وأنا شيفتك جايبة معنا للألوان ألوان وأنتي كمان لابسي على الموضة الأشي كتير هيكي عم جاد بعطيكي هيكي حضور كتير حلو يساعدك شكرا من ذوقك الراقب شو الموضة اللي درجي اليوم وفي مثل هذه الفترة من السنة وطبعا التقس أحمى عم نحسه وعم نشعره أكيد للأقمشي كمان إلها تأثير أكيد أنا جبتلكو هون كمان كتير مشات وكمان بأحكي نبدأ بالسبورت وبعدين ننتقل إلى الإليغانت يلا معكي أوكي زي ما حكيتي الألوان الصاخبي هي الترند اللي كتير شائع بهاي الفترة كان معنا بالشتاة ومكمل معنا بالصيف في كتير ناس مش متقبلي هاي هذا الإشي بس أكيد دايما الأزياء هيك بترجعنا لسنين لورا دايما دايما إحنا بنرجع لسنين الستينات سبعينات برجعونا للألوان كمان شايفي زي ما أنت هون أبدأ أفرجيكي نبدأ على الألوان طبعا أكيد الألوان الأخضر الأخضر كتير والأزرق وهاي الألوان اللي كتير بازي هي اللي ما أخدي حيز التنانير كمان الستان هو ماخد كمان إسا كتير سرعا ستان دايما للأيليغانت وكمان لسبورت كمان فيه توبات كتير كتير حلوة طبعا كمان دمج الألوان لها كتير أهمية عم بدمجه الألوان مش دايما إحنا متعودين دايما بنوخد اللون الحيادي ومندخله باللون الصاخر بس لأ صرنا نوخد إسا بهاي الفترة الألوان دمج الألوان يكون ألوان صاخب مع بعضها فهي بتعطي حضور كمان كتير قوي نعم كده بتعطي ضوء وحضور ولكن مونة ممكن تلايم لكل ألوان البشرة لا بالطبع لا أكيد إحنا دايما منقول وانا دايما بشدد وبحكي على هذا الموضوع إنه كل واحدة لازم تلايم حسب شكل جسمها وغيرها كمان حسب لون بشرتها لون البشرة كتير إلى أهمية فيه فقرات وفيه كمان ممكن كل صبية تتوجه كمان بالإنترنت وتشوف شو الألوان اللي بتناسب بشرتها هذا طبعا حديث موسع فأكيد مش رح نأخذ كمان بهاي الفقرة بس هاي شايف الألوان داي أفرجيكي بالنسبة للأليغانت زي ما قلنا الستان إلو أكتر إشي بارز بهاي فترة فساطين الأليغانت وغير هيك كمان الشقف اللي بتكون نازلي كتير هاي إشي ترندي بالنسبة للفصاطين السهرات هذا الإشي كمان لازم كل صبية أكيد رح تشوفه وتجربه لأفضل هاي كتير بتناسب الصبايا كمان اللي بحبوا يتشتشوا منطقة البطن كمان بتحسي إنه هاي الشقف كتير بتناسب كتير ترندات اللي هي بالفعل إستاذ أحكيكي كمان شغلي على العبي والعليونيوت كمان بألوان كمان هاي ترندتي كتير إستاذ هاي الفترة مع ايش ممكن ترتبط؟ طلعي في ناس حسب كل واحدة كيف بتحب تلبس فيه كتير بتلايم كمان شرطات أو تنانير وعلى الجينس كمان كتير بتناسب وزي ما انت بتعرفي إستاذ الجنسات كمان لوثيعة من تحت كمان ممكن تتناسب مع هاي القصات كتير القفناها هاي السنة كتير كتير غريبة أكيد الألوان مش الكل عم بتقبلها فيه كتير ناس بتحب الألوان الهادية فكمان موجودة مش إنه بعدين عنها عالآخر بس كمان ممكن تروحي على طقومة اللي هي كتير هادي وألوانها هادي موجودة بس لترند عشان تحسي حالك إنك إنتي هيك شوي موجودة بعالم الموضة لابد إنه الوحدي تلبس اللون البارز وارفستان الأبيض أه حابي كمان الكلوش أكيد زي ما قلت هيكي الستينات كتير ماتشي ودارج معنا فهذا الرجعت كتير القصات النافخة كتير دارجي رحت كمان هون جبت لكم أفرجيكم مش بس ألوان كتير بارزة أنا بعرف إنه مش لكل إحنا كمان مش كتير متقبلين عنا بالمجتمع العربي الألوان البارزة فبحسوا إنه كتير الإشي بارز ففي ناس بتمتنع عن هذا الإشي بس هو هذا ترند اللي هو موجود وكتير ناس كمان حابيته طيب خلينا نحكي طبعا وحكينا للكثير الكثير عن ارتفاع الأسعار فأكيد كمان فيه تكاليف وانتي بتتعاملي في موضوع الشحن الشحن الخارج نعم والاستيراد وفيه كمان ضراء جديدة كتير مهم نعم كتير مهم أحكي على هذا الموضوع فكيف هذا ممكن يأثر على الأسعار بدون شك فيه تأثير كتير كتير كبير الناس اليوم مش رح تتفهم الوضع إنه ليش فيه غلاء بالأسعار أنا بقى أحكيكي على جديد مبارح أنا الليلي وصلت من البلاد يعني على ساعة انتين كنت هون كمان جبنا استيراد خاص لإلنا كمان من تركيا وإن كان من أوروبا أكيد الشحن كتير غلي والناس مش قابلة تتفهم هذا الاشي طبعا أكيد كل إنسان وأكيد هو بالنسبة لإله إنه أنا لأ مش مستعدة أجي أحطها أصوصا أربعمية وخمسمائة شكل تقول لك لأ ممكن ألعيه بالإنترنت وهيك طبعا أكيد اليوم إحنا موجودين صحاب المصالح بزدات موجودين محطوطين بهذا المحل إنه بالفعل الناس مش عم تتقبل هاي الفكرة إنه ليش شي غلاء طب هاي الاشياء كليات عم تيجي علينا الشحن غلي البداعة حتى الأطعى اللي كنت أشتريها X في مصنع أو بمعمل فلان صار إسا دبل فهاي الناس ما بتفهمها ما بتعرف شو شو التكليف اللي بتكلفنا تتصل عندنا الأطعى على البلاد نعم غير التكليف طبعا أكيد اللي موجودة كمان هون عندنا الغلاء اللي موجودة عندنا رفعوا أسعار الكهرباء رفعوا أسعار الأجرات كل شي هاي الاشياء الناس ما بتتقبلها بس بالفعل بقولك أنا عن جد جاي من برة وبقولك الأطعاد كل شي عم بغلى كمان من برة هاي حكينا على الأسعار والوضع المالي يعني يزيد سوءا من يوم ليوم الألوان الصغبة حكيتي مثل ما حكيتي مش الكل عم بتقبلها فاليوم لما بفكروا على أو شو مطلب أكثر لكل موضوع المناسبات المناسبات السعيدة الخطوبة الأعراس فأي تصميم هيك أكثر بتحسيها إلها رواش عليها في إقبال زي ما قلت لك كتير بيروحوا على موضوع اللي هو النافخ مثلا كتير بحبوا هاي القصة اللي تبين الاشياء كمان تكون قاعدة على الجسم ومش كتير مكسمة طبعا لابد فيه الادعاف اللي بحبوا بالفعل يبين الأطعى تكون مبينة عليهم مكسمة على الجسم فحسب كل واحدة كيف هي حابة تظهر أكيد كل صبية وشخصيتها في صبايا اللي بحبوا يبين الاشي كلاسي الأطعى عليهم الأوتفت كلاسي في صبايا اللي بحبوا يبين لا مش كلاسي حسب كل واحدة وشخصيتها وشو هي حابة أي ستايل تلبسه بس الستايلات اللي عم بتروح أكتر إشي أكيد ترينديت أكتر خاصة زبائني يعني يحبوا نتريني يا بدي اسألك عن زبائنك واليوم أنت أكثر يعني بتعفيهم بشكل هيك جدا شخصي وخاص فهل في طلبات هيك خاصة مميزة لشخصيات اللي أنت بتعرفيها بشكل شخصي اللي ممكن أنه هني يطلبوا يعني قطعة اللي تليق بس فيهن وتكون قطعة واحدة طالع بكل مسيرتي أنا صالي زمان بهذا المجال فأنا كمان زبائني صرت أعرف كل زبوني شخصيت أو شو بليمة يعني حتى لما بروح باختار ملابس في زبائن خاصة للي بصير هقول هاي الأطعال فلاني هاي الأطعال طبعا أكيد لابد أنا بشتغل على كتير أجيال بشتغل من الصبايا الصغار اللي هني 16 سنة وأكيد زي ما اسميتي كمان بس بشتغل على الصبايا بمونة مودة من 16 لحد 60 فأكيد كمان الأجيال كتير مهمة إنه أشتغل مع كل الأجيال اللي بناسب الصبية 16 سنة اللي بناسب الإمرأة السيدة طبعا أكيد حسب الجيل وحسب الأذواق تمام بحب أنا كمان أعطي لكل زبوني حقها بذوقها مش كل إشي بناسب معاد بناسب منا أو العكس تماما كل واحدة حسب زوقها أكيد أنا كتير بهتم بهتم كتير إنه ألايم حسب كل زبوني وشو بناسبها وأكيد من تجربتك يعني اليوم كنت بتقولي في تركيا فأكيد مش بحر محيط من أنواع الأقمشة اليوم هيك اللي منشوفها ضمن الموضة بتشوفي أكثر القطن الخام أو دمج بين الستان والقطن وغيرها طبعا جد إحنا شفناه والمخمر شفناه في الشتاء ولكن اليوم أكيد أنا ده أحكي لك شغلي أنا بشكل عام ومن وقت الكورونا اشتغلت على نمط مختلف اللي هو كان عندي بايرز اللي يشتغلوا لي باريت البلاد يشتغلوا معاي اللي هني كمان يختاروا لإماشات حسب شو أنا هقولهن بالنسبة لإماشات بس جديد بلشت أطلع على خارج البلاد وأنا كمان أحس لإماشات وأحس شغلات ده أقولك مرات أنا كصاحبة محل بصيروا يقولوا زي ما أنت بتعرفي هذا المجال كتير صار وواسع وواسع وصارت الناس كتير واصحاب المحلات والمصالح كلهم بيطلعوا على تركيا فبتسمعي جملة بتتكرر إيه؟ اللي بداعها من تركيا ده أقولك أنه بالفعل اللي بداعها للتركية من ناحية إماشات من ناحية جودة تبعتها وخياطتها وبالفعل الكم الهائل اللي موجود غاد بتلاقي دكاني حق دكاني ومو حد دكاني وممكن تلاقي قصات مشابهة اللي قماشات كمان مشابهة وزي ما إسه شفنا ترندات كلها ياتا بتعيد عبعدها فبتصير تحسي أنه بالفعل اللي قماشات والجودة تقيلة وأقولك شغلة كتير مهمة بعرف أنه الناس متعودة أنه يشتروا عن طريق الإنترنت وممكن حكينا على قصة الغلاء والأسعار أنا إذا الأطعاب تناسبنيش بتناسبش المحل ما بختارها وما بجيبها على المحل ما بخليش زبوني تلبس أطعاب اللي مش مناسبة لا لقيلها ولا لقيلي ولا المحل إذا الأطعاب ما كانتش بالفعل بجودة عالي مش رح تكون مرتبة وقاعدة على الجسم بس كتير بهتم أنه الجودة تكون ممتازة وأختارها أصلا لزبوني لما تلبس الأطعاب بطريقة بالفعل مرتبة وتشوف الجودة محطوطة عليها أكيد هذا الإشي بيشجعها أكتر ترجع وتشتري وتفهم أنه الغلاء بالأسعار أكيد كمان إله أهمية بالجودة الملابس اليوم حتى بالمنزل والبيجامات والسفورت عم نشوف فيها مزيج فيها خليط يعني اليوم المرأة حتى وهي موجودة في البيت تتلبس بشكل اللي تناسق الملابس يعني ولا مرة هيك ممكن ندخل ونشوف المرأة مش مهيئة حتى أنه يكون عندها ضيوف فكيف الإشي هيك بيكون يعني هل في تنسيق أيضا بين الكلاس بين الملابس اللي أكثر يعني بنشوفها عملية أو ممكن تكون هيك ثقيلة لبين السفورت شوفي كل شي بيرجع لشخصية المرأة وعن جد شو بتحب فيه ناس بيحب يلبسوا السفورت بالبيت فيه ناس حسب الأناقة تبعتها بتحب تلبس إنه تنسق أوعيها تكون بالبيت حسب كيف هي بتحب إنها تظهر وكيف هي بتحب تبين أنا مع إن المرأة تكون مرتبة بالبيت وتختار اللبس اللي عن جد يكون مريح لإلها وبنفس الوقت تحس أنيقة مع حالة قبل ما إنه تكون للبيت نفسه وأكيد الأم أو المرأة أو البنة إذا بتكون أنيقة بالبيت فهي بتعطي مثال للي حواليها وللعيلة أو حدا فات على البيت عن جد إنه هقول لك كمان اليوم إذا أنا باجي باخد انطباع عن شخص إذا بديش عند الجوف أخد انطباع عن شخص إنه مرتب كمان بالبيت فهذا الإشي كمان بخلي الانطباع تبعه يعطيني أكتر أفكر قداش الإنسان يكون أنيق الأناقة بالمظهر هي كمان الأناقة بالجسم نعم بالداخلية بالشكل عام صحيح كلمة أخيرة مونا بتحب توجهيها لمشاهداتنا لمشاهديننا كمرتكم هي كمرتنا هون كتير مهم أولا تحب المرة حالها لأنه لما بتحب حالها فأي ترند بيكون موجود مش مهم المهم إيش ما تلبس دا تكون هي حابة حالها بأي لبس دا تكون لابستها النفسية كتير بتريح لما أنت بتكوني لابست أطعاء حلوة ومرتبة عليك هذا الإشي كمان بزيدك هيك نفسيتك وطاقتك بتكون حلوة بهذا اليوم أنا بحب ودائما بشرح دائما لكل صبية بالفعل الطاقة تعتها كمان بتيجي لما هي بتكون أنيقة ومرتبة وحاب حالها من بره ومن جوه نعم أكيد شعورها وثيقتها أكيد بتزداد كل الشكر إليك على هذا اللقاء شكرا إليك شكرا إليك شكرا كمان على الكوليكشن شكرا إليك مارجة والألوان الحلوة لأنا شخصيا بحب الألوان حبيبتي مبين عليك واضح واضح هذا الإشي كتير بيأثر على النفسية كمان صحيح دا أتمنى لك كل النجاح في مسيرتك واستني معنا عشان ننهي البرنامج ولا يهمك حكمة اليوم بتقول كيف يمكن للبذرة أن تصدق أن شجرة ضخمة مخبأة داخلها ما تبحث عنه موجود في داخلك يجينا حسب الطرب أتمنى لكم السلام الداخلي وهيك من كوني وصلنا لنهاية برنامجكم على الموعد كنتم معي أنا معاد كيف نطور أشكر طاقم هلا ومصفف الشعر الغالي سري وهبي وأنا أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ودافئة على أمل اللقاء بكم يوم الجمعة القادم بأمان الله اشتركوا في القناة